دكتور توني ساومة موجود معنا بفقرة فاميلي لليوم دكتور بعمل نفس أستاذ جامعي ومعالج نفسي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك صباح الخير صباح النور دايما بناخد منك معلومات خصوصة عن هيك هالعلاقة بين الأهل والولاد عن الولاد والتأثيرات عليهم اليوم هل ما الشكل الأهل بتأثر على حياة الولد الاجتماعية تحديدا هو بفتكر كل شيء نفسي بأثر على الأشياء الظاهرة إن كانت مهنيا اجتماعيا علائقيا وغيره اليوم رح نجرب نحدد الموضوع قد ما بنقدر على المشاكل الظاهرة عند الأهل الإخناءات يعني قدام أولادهم قد بأثروا على حياتهم الاجتماعية لاحقا للولاد أول شيء دكتور لما بنقول أنه الأهل بتخانعوا قدام الأولاد قدام هذا الشيء سيء يعني نسبيا فينا نقول قدام ممكن يكون كمان ملخص عن الحياة بعدين مية بالمية هلأ مثل ما عم بتقولي الحياة يعني الحياة الزوجية والعائلية إلا ما يكون فيها خلافات واختلافات طبيعي يكون فيه شريعة طبيعي يكون فيه اختلافات بوجهات النظر يمكن طبيعي أيام الأهل بينفعلوا قدام أولادهم بيعلى صوتهم بيتشارعوا هيدا أمر طبيعي المشكل بيصير لما الخلاف بيتطور يعني لا يصير أكيد إذا في حالة عنف يعني هيدا الإكستريم يعني إذا الولد عم بيشوف أهله عم بيعنفوا بعضون إذا بيكون فيه عيات وصريخ بطريقة دايمة هلأ كمان نحن مش إذا مرة صار في عيات أو صريخ نعتبر إنه هيدا الشي رح بيكون تأثيره كارثة بس إذا الجو العام يلي الولد عم يربى فيه طريقة يلي الأهل بيتحاوروا فيها وبيعبروا عن بعضهم هي عطول عيات صريخ مشاكل دايمة كلام أيام فيه يوصلوا لكلمات نابية يعني بيقولوها لبعضهم أيام تحقير لبعضهم قدام الولاد يعني لما يصيروا الزوج يتهم الزوجة ويقلل من إيمتها أو العكس وأكيد إذا بيكون فيه خلافات ما بتنحل يعني لما يشوفوا إنه كل البقت نوعية الحديث هي خلافات 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 وعم تتكرر كميان وعم تتكرر وهيدا الجو العام يلي هنه ربيانين فيه بهيدا الحالة عم نحكي عن جو عام غير صحي الولد رابي فيه بس أكيد إذا من وقت ثلاثتين صار فيه خلافات ورجعوا الولاد شايفوا إنه الأهل حلوها وانحلت وما كان فيها الأزا أو شايفوا الأهل عم يعتذروا إذا صار فيه شيء أزا أو كانوا عم يمروا بفترة ضغط أو بفترة مشاكل صحية ببعض الأحيان مشاكل الاقتصادية قديش أثرت كمان اليوم طبعا حاليا فممكن تكون فترة وهيدا اللي كان بدي أسأله دكتور وأكيد مشاهدين عندهم كتير أسئلة يطرحوا علينا على دكتور صومة اللي موجود معنا سفر أربعة ست أربعة هو رقمنا الديمي اللي دايما بيتلقى اتصالاتكم مباشرة على الهواء سفر أربعة ست أربعة دكتور فيه فرق كمانا بينما تكون هالعلاقة من أساسها مشاكل يعني خلقوا الولاد وربيوا على المشاكل وكبروا على المشاكل زيتا على طريقة التعامل الغير صحية على الصريح على يمكن المثبت أو أيت وفيه فرق بينما تكون مرحلة معينة الضرر وين يعني هل هالتغير المفاجئ بالعلاقة بين الأهل بتأثر أكتر على الولاد أو يلي بيكون رابع بهذه الطريقة كل الوقت هو بيتأثر أكتر وشو التأثيرات طبعا؟ بكل الأحوال الولاد بيتأثر ليه الولاد بيتأثر؟ الولاد بيفكر مش مثل ما نحن منفكر كراشدين الولاد لما يشوف أهله عم يتجادل وعم يختلفوا ما عنده القدرة يقول بأنه فيه مشكل هنه هيك بيتشارعوا بالنسبة لأهله إذا أهله عم يتشارعوا وعم يختلفوا أول تحليل بالنسبة لأهله أنه هو السبب يعني هيدا نقطة لازم عطول نتذكر الولاد عنده طريق التفكير بنسميه نحن الإيغو سانتريزم كل شي بيربطه فيه يعني الولاد إذا بيشوف الشمس عم تطلع الشمس عم تطلع ليرو على المدرسة الأمر عم تطلع ليفوت ينام الليمونة لونة أصفر ليكلة أمي عم تضحك لأنه بتحبني أمي زعلاني أنا عامل شي أهلي عم يختلفوا بالنسبة لأله أهله كانوا يحبوا بعض منشن هيك تجوزوا هل عم يختلفوا شو التفسير أنا التفسير أنا السبب فالولد لما عم يشوف أهله عم يختلفوا بده يتأثر هيدا أول نقطة هلأ إذا قبل عمر الستة سبعة عم يشوف أهله عم يختلفوا أول تحليل بالنسبة لأله إنه أنا السبب هالشي بيخلق شعور بالزن بقي لأخير اللي بنا نفهمه نحن ولا مرة الولد بيكونوا أهله عم يختلفوا وهو ما بيتأثر كيف بيتأثر؟ لدينا طريقتين يا أما بعبر عن المشكل بطريقة خارجية يعني اللي منسميهم external problems يعني اللوجوء للعنف بيصير الولد عنيف متل أهله بيصير الولد يعتمد نفس طريقة الحكية اللي عم يشوف أهله عم يعتمدوها مشاكل الولد ما بيعود يتسمع على أهله ما بيعود يتسمع بالمدرسة على الأوامر بيصير يخالف لأوانين فإذا فيها تكون external يعني بيعبر عنها بطريقة خارجية يعني عم نشوف أنه الولد مش ماشي حاله إن كان مشاكل بالمدرسة يمكن إيام يصير هو يعمل بوليينج يمكن إيام يقزي يمكن إيام يصير يستخدم كلمات نابية أو بنعرف نحن كمان أنه القسم الأكبر من الأشخاص يلي بتلجأ للدخان أو للتعاطي بعمر المراهقة هني جايين من جو عام بالبيت ما أنه سليم ما أنه صحة يعني هيدا كل الدراسات بتفرجي إنه المراهكين يلي بيبلشوا يتعاطوا ياخدوا أول سيجارة أول نوع مخدرات بالمراهقة الجو العام يلي جايين منه هو جو مشاكل وممكن يكون مبلش من الطفولة يعني هيدا كمانا نتيجته بتنحصد بالمراهقة صح؟ مية بالمية أكيد أكيد هلا أكيد في غير أسباب يعني للتعاطي بس إنه هيدا واحدة من الأسباب فيه فإذن فيه عبر عنه بطريقة ظاهرية خارجية فيه عبر عن المشكل بطريقة داخلية يعني بيعبر عن قلق وخوفه من جو إن كان بيطور قلق فيه يكون القلق متطور يعني فيه ولاد كلنا بنعرف إنه في كتير حالات ولاد بيلاقوا صعوبة إذا بيفكر إنه أهلهم بيبعدوا عنهم بيصيروا عندهم خوف إنه أهلهم يصروا لهم شي حلق مش عطول حلات هالحلات القلق مرتبطة بالمشاكل عند الأهل كمان في أسباب ممكن كونتانية وخارجية وغيرا طبعا ها فيها تكون واحدة من الأسباب نوع من الديبراشن والأهم يلي هو الحزن والكعابة والأهم إنه الولد نظرته للعيلة وللعلاقات عم بتصير نظرة سلبية يعني الولد يلي عم بيشوف أهله بحالة مشاكل دائمة وبجوصل بنظرته للعلاقات وللعيلة هي نظرة سلبية بيصير الولد من جوه ما عنده هالشعور بالثقة إنه هو بيقدر يبني علاقة إيجابية ناشحة أو إنه الحب أو العلاقات هو أمر إيجابي أو حتى بيكون ربيان على إنه العلاقات بطبيعة الحال هي علاقات مشاكل خصوص إذا كانوا من هني وصغر عم بيبلشوا يشوفوا هالمناكفات بالبيت يعني 100% بيفتكروا إنه ما في علاقة اسمها علاقة حب 100% وعلى كبر احتمال كتير كبير إنه الولد بيلاقي حاله بعلاقة عاطفية بتشبه نفس نوع العلاقات يلي شايفه قدام أهله وهون الموضوع كتير مهم وكتير دقيق نحن أيام منقول إنه أنا شفت أهلي عم يتشارع وعم يختلفوا أنا بدي أبني علاقة عاطفية تكون مريحة وحلوة نعم جوي العكس بس يلي بيصير إنه لما نكبر نرجع منقلد نفس الموضال يلي شفناه عند أهلنا لأنه هيدا الموضال يلي عواطفنا معودة عليه هيدا السر طبع المشاعر طبعنا يلي منا منطقية وهي شي يقلو شفت تفسير بيولوجي لأنه نحن بتكوين الدماغ عنا عنا أول بارت اللي منسميه نحن الدماغ العاطفة يلي هو بيحتوي المشاعر بيحتوي كمان الزكريات فوق فيه الدماغ العقلانة يلي هو الفرونت اللوب إلى آخره حلق نحن منفكر منطقيا إنه بدنا الأمور تكون منيحة بس لما المشاعر تسيطر علينا منكرر شو زكرياتنا حاملة منكون عارفين يمكن أوقات ومنصير نقول بركة ما بعرف قدام مظبوط أنه لا عم بعمل هيك بس ما بقدر واقف مظبوط منشان هيك كلنا من خلال الخبرات بالعيادات وكل الدراسات كل اللي منسميه نحن التوكسك ريليشنشيبس أو العلاقات اللي منا سليمة الباكراوند يلي بيجوا منه هنه بيكونوا عارفين بعقلون أنه هالعلاقة منا علاقة صحية هي علاقة فيها عذاب فيها مشاكل فيها قلق فيها توتر فيها كثير يمكن خيانات فيها أزا معنوي وجسدي بس ما بيعرفوا ليه لما بيتقدم لهم علاقة صحية منيحة ما بيحسوا بمشاعر بس ما يتقدم لهم بيستغربوها علاقات فيها غيرة ومشاكل بلقوا حالهم لا شعوريا يمكن هيدا الكمفورت زون طبعا أو هكك تعود ويعني صعب عليهم تغيير اليوم كنا نحن نحكي عن تغيير الصبح خليني اخد اتصال دكتر ألو ألو يا هلا تفضل صباح الخير صباح النور ممكن نشتري تفضل الموضوع اللي عبيحكي فيه الموضوع اللي عبيحكي فيه يعني كتير كتير جيد لأنه الصبي منزغره وشوف مشاكل البيت بياخدها لمراحل الكبر بتطلع فيه بتطلع معه بدون أي شيء مثلا يعني مثلا غير مشاكل بيه وامه حكى شيء بالمجتمع يبرافو عليك يبرافو عليك بزقفوله يا خي أعطي أعطي هالطفول على قد حجمه على قد سنه أعطيه على تصرفاته خليه عيش طفولته خليه عيش كذا لا ببلشه يحطه فيه أفكار يحطه فيه عاداته يحطه فيه تقاليده شكرا لملاحظاتك نحنا بدنا نجرب نكمل نحنا أكيد نفرح لما بتكونوا هيك عم تتفعلوا معنا بيه الموضوع بس بدنا نضطر نكمل موضوعنا نوصل للعلاقات الاجتماعية دكتور يعني العلاقات العاطفية طبعا لح تتأثر طبيعة الحال نظرة الإنسان للعلاقة رح تتغير طريق التعامل ومع الشريك كمان رح تكون بتأثر كتير مباشر بيه اللي صار مع أهله لأنه يمكن هيك تعود يعني ما بيعرف يتصرف بطريقة تانية مثل ما تعودنا ناكل بالشوكة ما بنعرف ناكل بالتشوبستيكس يمكن مثلا عن بعض هيك مثل بسيط فهيدي العادات تكتسب مثل ما نحنا منشوف نحنا منعرف أنه الأهل الولد مريد أهله بس بالعلاقات الاجتماعية دكتور يمكن هيدا مننسيها نحنا أنه مع رفقاته مع المجموعات مع مجموعات المراهقين هل بيتأثر هل بيصير في عنده خجل كتير من الأوقات الأهل بيتخنقوا قدم رفقات أولادهم يعني حتى بيكون في ناس بالبيت بيفلت شي منهم ما بيعودوا يسيطروا أو بيطلع الصوت بالبيت أديها الموضوع بيأثر على الولد إن كان صغير وعلى كبر وعيمته أكتر مثل ما منكفي بنفس الإطار في فأز عن الولد يعبر عنه بطريقة اكسترنل أو بطريقة انترنل كيف تبين بالحياة الاجتماعية الولد إذا جاي من جو كمان برجع منركز إنه مبالغ فيه الأجباء السلبية والمشاكل في عنا احتمال كبير إنه بحياته الاجتماعية بيلجأ لخطين وهنا يعني متضادين مثل ما بيقولوا أول إكسترين هي يلجأ الولد يصير أغراسف بعلاقاته الاجتماعية أغراسف يعني الولد بيصير معوض إنه بيحيال لخلاف بيحيال لنقطة بده إياها بيحيال لموضوع بيطالب فيه بيحيال لمشكل معقول يباجه بحياته الاجتماعية الحال الوحيد لياخد حقه هو اللجوء للعنف يستخدم نفس الموضيل يلي شايفه قدام أهله يعني فيه يكون العنف إذا جاي من جو فيه عنف فيه يكون البوليينج استخدام الكلمات النابية وتحقير الآخرين إذا هالجوء يلي جاي منه فيه يكون اللجوء للأمور الحيال لنوعنف يلي معقول نشوفه حتى لما بيكون أوقات واحد باسف أغراسيف يعني ما بيعد يحكي ولا كلمة مية بالمية هيدا الأغراسيف تاني طريقة يلي كمان ممكن يلجأ يلي هو أنه يصير باسف يلي هون أنت عم بتقولي يصير الولد خجول ما بيعبر بيصير هو الضحية يعني بيصير إذا حدا بيتعرض أو بيأذيه بيعتبر أنه هيدا الشيء أمر طبيعي سوه هو ما بيعرف يدافع عن حاله سوه بيكون عم يسكت يعني غريب قدامة شعرنا فيها تتحول يعني حتى نفس نفس الولاد بيقدر يعمل ردة فعل لتنين أو يكون هيك أو يكون هيك أو لا بيأخذ طريقة يلي بيلجأ للأغراسيف أو بيلجأ للباسف هلأ يلي بيبدل هون هو في عناصر بالنص من سمية مودريتر سونا نحكي عنه فإذا في الولاد يصير أغراسيف يلي هو بيصير بيلجأ للعنف بمختلف أنواع معنيتها دكتور يعني عم ياخد يعني عم ياخد طبع أو طريقة حدا من الأهل لأنه عادة لما بيكون فيه مشكل بيكون فيه الشخص الأقوى الشخص اللي بيعنف هو شخص المعنف مية بالمية يعنيتها الولاد كل الولاد عبي يختار أنا يا بدي أكون الجلاد يا بدي أكون ضحية مية بالمية شو المودريترز مية بالمية هلأ مثل ما عم بتقولي فيه ديناميكية عطول بالكابلز في بيكون حدا بيستوعب حدا ما بيستوعب بيستقوي مية بالمية عطول هات ديناميكية بتكون موجودة الولاد بدي يقلد واحد من الطرفين يعني يا بيصير هو خجول بيستحي ما بيدفع عن حقه بيعبر من جو يعني بأنه بيكبط إلى آخره أو بيصير بيلجأ للعنف أو بيكتسب كل العادات يلي معقول تأذي وتأذي غيره هلأ شو يلي بيفوت بالنص شو هنه المودريترز المودريترز هنه أكيد فيه الطبع يلي الولد عنده لأنه نحن نعتبر أنه في عنا أربع أطباع فيه طبع بيكون سهل طبع صعب طبع أسهل طبع الولد اثنين يعني الولد مع مين بيعمل ايدنتفيكيشن مع مين بيتماه عم يتماه مع أمه أو مع بي مع أي مودال هو عم يتماه ثلاثة شو كان الولد عم يسمع لما يقعد يحكي مع أهله لما يقعد بيحكي مع بي ويقل له لا عم بيصير هيك أو بيحكي مع أمه شو عم بيقولوله قدامه برر المشكل مية بالمية شو عم بيبرره شو عم يصله رسالة إذا هذا التصرف مسموح أو مش مسموح أو أنه ايه بدي اتحمل كرمالكن أو أنا عم طول بالك كرمالكن لأنه بحبكن أو عم نعمل هيك لأنه أمك مغلطة وإمك بتعمل ولازم ينعمل هيك بعتذر عم قول هذا التعبير بس أنه هيدا الباقي يعني يلي الولد بيسمعون فمع مين هو عم يعمل ايدنتفيكيشن شو الصورة يلي بدوا يقلدها وعم يخدها يعني دكتور نحنا من مجرد منحكي عن هالموضوع أكيدا منكون عم ننتبه نحن أول شي كأهل عم ننبه كل الناس اليوم أنه ضرورة تتضل المشكلة أول شي محصورة بالوقت وبالمكان يعني بالمكان وبالزمان يعني مش أنه نمد هالمشكل على سنين وسنين ونكون فالشين وين مكان قدامهم هيدا الموضوع وقدامهم ممكن يكون حل لها المشكلة كثير مهم أنه الأهل أول شيء أكيد الحل الميسي لما يتشارعوا قدام الولاد بس أنه لما يتشارعوا مهم يبينوا أنه هن عم بيلاقوا حال يعني مهم الولد يشوف أنه أهل مثل ما تشارعوا على مشكل لقولوا حل قدامهم أو سبب هالمشكل هو أنه نجرب نتفاهم مية بالمية ويكون التركيز على الحلول مش على السلبية بينقل المشاعر تالت نقطة إذا صار في أزا قدام الولاد مهم أنه الولاد يشوفوا أهلهم عم يعتذروا من بعضهم قدامهم ويعتذروا منهم كمان الدرر يلي صار مهم يتعود قدام الولاد يعني إذا شافوا أهلهم عم ينكسروا قدامهم مهم يشوفوا أنه أهلهم عم يرجعوا كمان يتعود عنهم قدامهم وينحقق قدامهم وأنا عطول بقول ولا مرة فينا نقول أنه نحنا كتير تأخرنا أنه نلجأ للدعم وللحالي يعني حتى لوصلنا 20 سنة مجوازين أو 15 سنة وعم نعيد نفس الأفكار عطول في حلول وفينا نلجأ إن شاء الله إن شاء الله نقدرنا نفيد شوي بها الموضوع دكتور توني ساوما دكتور بي عن نفس استاذ جيمي شكرا لك رح نأخذ بريك ونرشا